البيان التالي الوزير الداخلية الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السابق السادس والعشرين من الشهر السابع من عام 1433 للهجرة خارج المملكة وسيصلى عليه ان شاء الله بعد صلاة المغرب من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من الشهر السابع 1433 للهجرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة واذ يعلن الديوان الملكي ذلك ليعزي الشعب السعودي في الفقيد سائرنا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يجزيه خير الجزاء لما قدمه لدينه ووطنه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اشتركوا في القناة